قاعدة متينة تلك التي تقوم عليها العلاقة التاريخية التي تجمع مملكة البحرين بشقيقتها دولة الكويت تتقاسمان عبر ثناياها روابط الانتماء ووشائج الأخوة والتوأمة لما يربطهما من عمق متجذر سياسيا وجغرافيا واستراتيجيا وعلاقات وطيدة على مختلف الأصعدة تشد أواصرها قواسم مشتركة يتوافق البلدان في العديد من المواقف السياسية من خلال سعي كل الطرفين لتبني المبادرات السياسية الجامعة كما يتوافقان في مواجهة أي أخطار قد تهدد أمن دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية وعلى رأسها مواجهة خطر الإرهاب التعاون الثنائي بين المنامة والكويت على مختلف الأصعدة يصل إلى أعلى مستوياته من خلال الزيارات العديدة المتبادلة بين البلدين على مر التاريخ فعمق العلاقات السياسية بين البلدين إنعكس إيجابا على علاقتهما الاقتصادية في ظل وجود شراكة اقتصادية بين العديد من المؤسسات البحرينية والكويتية كما لعبت اللجنة العليا المشتركة الكويتية البحرينية دورا هاما من خلال اجتماعاتها التي أضافت بعدا جديدا للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين حيث هدفت إلى تشجيع السياحة والترويج للبلدين فضلا عن توقيع اتفاقية بيئية يسعى البلدان من خلالها للحفاظ على مواردهما الطبيعية ويشهد التبادل التجاري بين البحرين والكويت نماء وتطورا كبيرا فقد بلغ هذا التبادل بين البلدين في عام 2011 251.5 مليون دولار مقارنة ب78.7 مليون دولار في عام 2010 بنسبة ارتفاعا بلغت 17% بحسب احصاءات رسمية ذلك ما يعكس حجم التبادل التجاري بين البلدين وتنوعه كما ترتبط برصتاء الاوراق المالية في البلدين باتفاقية للربط والتداول المشترك بينهما اكتسبت اهميتها في ظل وجود العديد من الشركات الكويتية المسجلة في برصة البحرين والعديد من رؤوس الاموال البحرينية المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية وتأتي زيارة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الامين نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الى دولة الكويت الشقيقة لتفتح افاقا ارحب للتعاون الثنائي واطرا اوسعا للتنسيق والعمل المشترك في العديد من المجالات الهامة فعلاوة اعلمت تسمت به العلاقة بين البلدين من توافق وانسجام مشهود الا ان زيارة سمو ولي العهد تدفع بالتعاون الاقتصادي بين البلدين الى مرحلة جديدة من النماء والتطور لخلق بيئة خصبة لزيادة التعاون والمشاريع الاستراتيجية الاقتصادية تحقيقا لتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين وتعزيزا لمسيرة الازدهار والنماء والرخاء يحيى العمري لمركز الاخبار تلفزيون البحرين